بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باقتراب أيام استشهاد سيدنا ومولانا باب الحوائج إلى الله موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقديم العزاء والمواساة لأهل البيت عليهم السلام كما يقول آية الله العارف الشيخ شمس الدين الواعظي دام ظله الوارف لدفع المشكلات من الأمور وكي لا ترى ما تكره في بيتك في حياتك في عملك في كل مكان ربما هناك أناس يقومون بإزعاجك أو ربما هناك أمور تزعجك وأنت تكره أن تجدها في حياتك ما عليك إلا أن تقوم بهذا الذكر ما هو بأنك تنذر خمسة عشرة مرة صلوات على محمد وآل محمد وتهديها إلى أم أب الفضل العباس عليه السلام فإن لها أثر عظيم لدفع المشكلات ودفع المكاره من الأمور وتيسير الأمور وقضاء الحواج أخ مستعاش مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وتهدي ثوابها للسيدة أم البنين سلام الله عليها افعل ذلك بعد كل صلاة فريضة الأمر ليس بالصعب ولكن نتائجه فورية برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي ق libاء